السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما تشاهدون معنا اليوم أجبت لكم مصفى البسبوسة لمحبوبة الجماعير وهذه البسبوسة هي مكون شيئا ما سحري مكون لتعطيها واحد المداق و واحد القاوة من هذه البسبوسة ولأجبتكم طريقة تحضيرها فلما لا تجدوها رأية بمكونات بسيطة و لا تتأخذ الوقت لنا ولأجبكم الفيديو لا تنسون بالضغط على زر الاشتراك وضعوا لنا واحد اللايك نزلوا لتاحت 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 يا الله وضعوا واحد اللايك وواحد الابوني لكي يصلكم كل جديد ان شاء الله ونطلقوا لكي تشاهدوا المكونات والمقادر وكيفية التحضير لبسبوسة ونبدأ وعلى بركة الله المكونات يخصون ان شاء الله باش نجدوها البسبوسة مكونات كما قلت لكم من البلولة يخصون كاس عنبه كوك وثلاثة كيسان سميدة وثلاثة كيسان وبالنسبة للساندة يخصون كيسان ساندة تحضير ونصف كيسان 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 تحضير كيسان 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 فاني باش اعطينا واحد شوية جنكة لبسبوس عادي نزيد ساندة دينا ونزيد هذا كما زال دينا واحدة قبيصة دي الملح نسيت ما اقتاليكم قبيصة دي الملح صغيرة ونصف 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 المكونات ونصف لبن ونصف 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 المكونات مرة اخرى ونصف ونصف من المكونات نقوم بجد لماذا ترى ونصف ونصف صديق ونصف ونصف تنضيف مكونات مكونات كاملين دفعات واحدة ونرتب بعد الطراب يداوي هذه السبت في الموضوعها ليس كبير ستجبها داخله الإضافة لما Elizabeth's iTunes لما تعلم أيضًا أجب نرفع للمشاهدة البيان سأكونوا سهلين وضغيات تصاوبه في المنزل في الطار وكما تتعرفوا دائما حاجة لطار ما كان محسن منها نخدمون موكوينة مزيان باش يتجنسوا وكما تتعرفوا سميدة تتسرب شي شوية نعطيها شوية دي الوقت لتتخدم وصفيدكس عملتنا نخدمها نضيرها في الطاوة ديالنا دي الحجم ديالها متوسط ونضيرها في فران فران البطار ديال القاز ونخلط الطاوة من بعدها نتلاقها باش نوريكم الطريقة ديالتا كيفاش جادت هذه البسبوسة لها الطاوة ديتنا يجبنا نعرض لنا فيها واحد بابي سلفية زي ولا بابي كويسان الزبدة والزيت ونقوم بابي كلاب باري ما تخافوش من اللي بنت لكم شوية جارية ولا شيء حاجة ولكن هي را تتعود تشرب من بعد وكما تشوفوا البسبوسة ديالنا يارا وجدة وانا بعد نديرها في فران يكون فران سخون ديرو لها الطيب ديال كيكا واحد ساعة روب ديال الطيب ونطلقوا مورا فاستبنينا البسبوسة باش نوريكم الطريقة كيفاش جايرة ومطابعة لحال البسبوسة كما تتعرفوا جميعا رأي ضروري من السيرو خاص كاس ديال الماء ووجوش كيسان ديال سانيدة ديال العنباء وانا عندكم شيء للمونة ووجوش نديره مع ذلك السيرو تخليه امتي تريدوا ذلك السيرو مزيان هذا السيرو وانا نسقيوا بها البسبوسة ديالنا في الاخر ومبعد منها خرجتنا البسبوسة ديالنا كما تشوفوها جاءت محمرة وشيشة بزوينة اليوم كما شدتوا معنا هذه البسبوسة الموكونات ديالها بسطت جدا بسطت وتججية رائعة والديدة ثم ندير لها السيرو ديال اللي وجدنا لها السيرو كما قلت لكم عبارة على كسر الماء ووجوش جل سانيدة ثم ندير فاهم شيء قشيرة الحامض والليمون لكي نسمي هذا السيرو ثم نكمل ديالها ثم نسقي الناس ثم نسقي الناس ونزقي الناس بالكوك من الفوق ونقوم بسادينا واجدة كما تشوفوا دبافة صغيرة وتنقل لكم بصحة وراحة ولكن اول مرة تشوفوا الفيديو لا تنسونا بالدعم وديروا زر لايك وديروا اشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد وانتقوا ان شاء الله في فيديو قادم وإلى اللقاء